هذا وتحرص مملكة البحرين بشكل دائم على موصلة جهودها في تطوير التعليم وفي استحداث وتنفيذ المبادرات الداعمة له وفي العناية بالطلبة والاتمام بتعليمهم وذلك إيمانا بأن التعليم حق إنساني ووسيلة محورية لتحقيق الذات وبناء الأسرة والوطن حضرا ومستقبلا كانت مملكة البحرين وما زالت تعتبر من الدول الرائدة في الأنظمة التعليمية من خلال عنايتها بالتعليم وتوفيره للجميع والحرص على جودته وإلزاميته في مراحله الأساسية مستعينة بما لديها من قيادات واعية تمتلك الحس الوطني وإدارة دفة التعليم وتنفيذ الأهداف المرسومة بجودة عالية وكفاءات تربوية تعمل جاهدة لتطوير المؤسسات التعليمية وترجمة الأهداف العامة ما كان له الأثر في تعزيز مشاركة ومساهمة الطلبة في مشاريع الاستدامة والوعي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية واستطاعت مملكة البحرين من تحقيق جملة من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة في قطاع التعليم وذلك بفضل الدعم التي تحظى به وزارة التربية والتعليم من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي أسهم بصورة كبيرة في إنجاح خطط وزارة التربية والتعليم ومشاريعها التطويرية بدءا من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي ولبناء مستقبل واعد لمملكة البحرين فقد تضمنت الرؤية الاقتصادية 2030 اهتماما واضحا في التعليم بجميع مراحله حيث وضحت الرؤية أن ازدهار مستقبل المملكة يتوقف على قدرتها في إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر وذلك من خلال حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم وعلى الصعيد الدولي فقد حظيت جهود مملكة البحرين في تطوير التعليم بتقدير عالمي تجسد من خلال الإعلان عن جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم التي تعد حدثا دوليا تربويا بارزا وتعتبر هذه الجائزة إنجازا كبيرا لمملكة البحرين بهدف مكافأة المشاريع والأنشطة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تحسين التعليم ووسائل التعليم والأداء التعليمي بشكل عام كثيرة هي أنجازات مملكة البحرين في المسيرة التعليمية وهي ماضية نحو تحقيق المزيد من الرفعة إيمانا بأن رسالة العلم هي أساس بناء المجتمعات وتطورها اشتركوا في القناة